النهاردة كان فيه تدريب لنادي الزمالك تحت أشراف كارتيرون طبعا بدأ كارتيرون بجلسة مع شيكبال وكانت جلسة إلى حد ما مطولة أتصور أن هي جلسة لم الشمس جلسة حوار مع شيكبال يعني علشان اللعيبة تبقى باستمرار على قلب واحد وما يبقاش فيه أي مشاكل المستحقات قالوا لهم هتتصرف خلال شهر أكتوبر ما فيش داعي إطلاقا أنه حد يلوح بأنه هنتمرن لا مش هنتمرن الكلام ده كله بيكلمه ككابتن للفرقة طبعا وربما تطرق الأمر الحديث عن إيقافه ومسألة لجوه إلى مركز التسوية وتحكيمه الكلام ده كله فيما يتعلق بالتدريب طبعا بدأ التدريب بعض الجمل الفنية المراد تنفيذها خلال المران أسم كارتيرون اللاعبين إلى مجموعتين ركز خلال الحصة التدريبية على اللاعب السريع من لمسة واحدة تحت ضغط المدافعين بجانب التدريب على التمرير في مواقف ومساحات مختلفة بعد كده خضع لعاب الفريق لفقرة تأهلية في صالة الجيمنيزيوم فقرة طرفهية تمثلت بعد كده في سباق سرعة على مرحلتين بالكرة وبدون كرة والمران الحقيقة شاهد روح طيبة جدا بين جميع اللاعبين كلنا عارفين أن نادي الزمالك يستعد لمواجهة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا يوم 16 أكتوبر اللي جاي